مكسر خير، بدنا اليوم نشرحكم عن الخاروق والأخطيات الموجودة فيه واحدة واحدة نمشي معاكم للطبخ المشاوي طبعاً نبدأ نقص الكتب ومالشي هي هذا هو الكتب اللي فينا نعمل منه للمشاوي مثلاً الكفتة أو لحق الصحن أو للشاكرية منه مطلع الموزاة حتى كله على موضو يشتغل للشاكرية أو اليخاني وأنواعها هذه الرأي كتير كويسة فتطلع معاكم للمحاشي هوني شاشين معانا هوني وصل ريش هل نقص زور الحالحة بس خلي نقص الكفت اللي هون دور هل نقص زوره هوني على المكينة حمي شاد سواء ها هي ضوخ الخارو بنتطلع منها كمان المكاري هي الرياش نضع بعض مو شوية شوية تركيزة تباقص فياوض لدينا الخاروخ من الضفن والدهنة تبعه و من العصبة تبعه. في العصبة اللي هون لازم نشيلها. من رجع الدهنة تبعه والزوائد اللحمية. نشيلها. في هون العصبة هي الصغيرة. نشيلها. و في اخر قطعة هي قربة من الرقبة. ما شغلت انشاء لانه مكون شادة شوي. نستخدم الا ايشي بالطبع. هذا الظهر مش رح لكم شوي عنه. اللي بيكون اكتر الشيها رطيب للشائف. هلأ هون هي بنطقة الفتايل. اللي هي التندرلين والفيلة. رح ننظفها شوي. هي و معلقة. فينا هي و معلقة نشتغل فيها او نقصها. بالشكل هؤلاء. نسحب الفتايل. هي أول مقطعة. وهي الثاني يأتي هون. في كل خارب بيجي. في رقعتين فتايل. وهي الفتايل ما بدون لكم إياها. منطرع من كونيها للشائف بالمحل. هم المحج والمحل ما بتقدم غير الفتايل للشائف. او اللي هي الظهرة اللي هون. موجودة. شايفينها. نطرع لكم إياها بدان منكم. شاين نشوفوه كيف. بتكون. في كذا طريقة إلا. نعملها فيها. في مع دهنته أو في غير مع دهني. هنا ننظفه بالشكل هاد. هون في العصبة. نسبة العصب بتكون كتير عالية هون. فلازم يشيلها إجباري. عشان ما شد الشيوع. نعمل هاك. تنشيلها وفينا. جميع الاشياء بالكامل. بالشكل هاد. وهي الدهن اللي هون. بشيوهة مع طيبة. بس كمان فينا. ماشي لما فيها هاك إبميشلة. ونقطع بالشكل هاد. شوفو كيف أحلاها. هذه الفتيلة كمان فيه هوني شوية تنظيفات لازم كون العصب عشان ما شد معكم عشوي والدهن هاي موجودة يفضل نخففها القطر المستطاع حط بدالها من مستخدم الليت في خارو تكون عطيب هوني شفت العصب هاي الثاني موجودة من شيدة هلأ هاي هي عندكم الفتيلة هاي الضهرة صارو شكلها هاي الموزة اشتركوا في القناة